احنا متواجدين النهاردة في لقاء جديد ووقع جديدة بنتكلم فيها عن احداث الكشف عن عصابات متخصصة في تزبير التوكلات الشهر العقاري والتدليز في وقاء عديدة متعددة في الاستلاء على وحدات وشواء سكنية يعني امكان مافيا جديدة ظهرت في محافظة الغربية وتحديدا في مدينة المحلة احنا بنتعرف فيها يعني عن الحكايات اللي حصلت يعني عرفنا بنفسك وقلنا ايه اللي حصل معك محمد حسن محاسب على المعاش ومن المحل تمام ايه اللي حصل والمحلة كلها عارفة بعدها وكده اتفاجأت ان بشخص جعيب لتوكيل معمول باسم من اشخاص بالتصرف تتعرض بالباب الشهر وققتنا عن ان اعمله توكيل وانه عوش هدي فعلا فاعملت له التوكيل بعد كده اتأكدت ان الناس دي كبيرة في السن والتوكيلات معمولة بر المحلة والنزل كبيرة وقاعدة في الفاهرة وما حررتش وما تعملش اي حاج فما ممكن كده انا اتواجد في حاجات كتير جدا وانه رجل كبير في السن والله حصل فقدمت من نفسي كده ابلغ على الوقع علشان ما تحسبش عليها قنونيا تمام يعني ان ده فور اكتشافك ان فيه تلاعب بالتوكيلات الخاصة بيك واستخدامها في عمليات مشبوهة او وقاع تزوير الاستلاع على اراضي او وحدات سكنية بدأت تاخد اجراءات كانونية عملت ايه بقى في الاجراءات الكانونية قدمت ملف اسم اول بس ما كانش مستوفي مستوفي للمستندات اللي تأكد كلامي موجباش كلام مرسل بعدها ديومين طلعك عني انا اعملت استكمال على معرفة طلع صور من التوكيلات اروح مكان ما يطلع مخبيانها طبعا عشان الملفات بدأت تطلع الصور تبك الاصل من محلها دي التوكيلات اه ضغط ضغط لوحتي مكان استخراجها مش عايزين يطلعو لي اي عاجة روحتي كشفت عليها بعد كده عرفت ان ملفات التوكيلات دي مش مستخدامها لستوفى بال compliance دة يعني معنى مضمون كلامك انفيه ضحاء كتير بالظبط كده اه وصحاب حاجات بعيدة عنها واحدين مقومين في كائرة وسكيل حررت المهضر كاما يا صين حامل حررت المهضر رقمه اربع تلاف متين وسبعة في تريح تسعة تسعة واستكملته في Annie بعدها باسمي باسمي اHY في ما اي اسمي شفت اسم اول المحلة اه ورعت نيابات اول المحلة واستكملته فاكت بيه صور على ما طلعت صور رسمية من التوكيلات بأعجوبة ممكن مش عايزيني طورو عليه عشان كلها مخالفة للقانونية والاقتص السجل على ما طلعتها وراح استشهدت بيها في استكمال المحضر في النهادة شايف ان فيه تلاعب كتير موجب التوكيلات دي ترتكبها من مافيا متخصصة في موضوع التزوير اول نقطة لا ده مافيا وعلى مستوى عني جدا يعني دلوقتي ما نعمل التوكيل في اي مكاني يقول لك محل الكمبر ده معمول عن محل بعيد عن محل ايقامات زا اضافة توكيلات معمولين في اوقات مختلفة ونفس الموزق هو اللي بيعمل التوكيلات لك والله ومعرفش كمان عامل التوكيلات ايه او ايه مستخدم زا اضافة توكيلة عمالي قبل وقت العيد يوم ستة وعشرين ستة اللي فيه توكيل معمول لك وكده طب تعالى بروح نجيبه قال لي لأ انا بيجيل يعني انت دوافعك الاساسية ان انت حرارة المحضر والبلاغ عشان تكشف حقيقة تكشف فساد او مخالفة من برق نفس من اي حاجة ومستعد للمحاسبة بس انا فعلا معرفتش كلها بعدها لما لقيت هنروح نعمل توكيل التشكيل العصابي المتخصص ده من افراد من ابناء مدينة المحلة اه مؤكد والناس معروفة جدا جدا ومعروفين على مستوى الغربية ان دي شغلتهم اه يعني ليهم جرائم سابقة في القصة لهم صوابع سابقة بس ما عرفش بس معروفين من غير مستندات ومن غير بلاغات وبيحاول يلوم واي حاجة يمتشف طب انت يعني شايف الافراد دول كم فرض تقريبا نرتكب وزير جريمة من اتهامتي كم فرض المؤسس بتاع الشرق عقاري اللي جالي على القهوة سلمني التوكيل يوم ستة وعشرين ستة يعني هو اللي جيب نفسه وباب الشنطة والدفاية دول اختام مع انه مش مجتب توصيك المحلة وجامه خصوص فابتديت اشك من انا زائد الشخص اللي جايبه هو اللي بيستفاد نهائيا من التوكيلات زائد ثلاث اربع اشخاص مكتوب بقى سامين محاجات ويمكن مهم مش عالعلم بيها كمان الجرائم اللي ارتكبت بقى هولاها الاشخاص يعني انت بدأت تتحرى الامر ده في الشرق العقاري بدأت يوصل لك بعد الامور اللي ممكن تكون تباين لك ان فعلا فيه وقائة مثبتة باستخدام توكيلاتك في حاجات مجبوعة بالزبط زائد تشد للشعر العقاري يطلع منه الورق بعدم تسليمه صور رسمية منها وبقى يتحجد بحاجة جواية اعد خمستاشر يوم او عشرين يوم على معرفة يطلع الصور دي بحاجوبة صور رسمية وفيه ناس قسمية موجودة في توكيلات وهم ما معرفوش حاجة يعني ممكن يتورطهم من غير ما يكونوا على عالم زائد اصحاب الحاجات دي جاهت التحية والنيابة المعنية بدأت تستمع لأقوالك وأخذت أقوالك يعني حق اي مواطن اللي يشتكي باعت اشتكيب في اسم هو المحلة وقدمت مستداد استكمال في النيابة وعملت كل اللي عليها قانونا وهم ما بقى بقى بتحريات اجراتهم الرسمية ايه بس انا متابع الموضوع لاخر وقت عنه عشان انجد نفسي وانجد ناس كتير حرورة ضايع شايف ان الوقاع التزويري اللي حصل دي جرائم هرتوكبت خارج داخل الغربية او خارجها ولا الغربية بس؟ لا ما هي يعني الاولاء اللي بتطلع شبه رسمية او صورتها الظاهرية انها رسمية لكن في الباطن ماشي رسمية وخالص بتستخلق داخل المحمة وخارجها في اعمال مجبوحة طب انت يعني قدمت استغاثيات بعدت فاكسات استغاثيات ولا ايه وضع؟ لا لا اعمشي دي القانون القانوني على حسب معرف اقدمت بلاغ في اسم اول وبعد كده اكملتوا لقيتوا نوس او استغاثات كملتوا استوفيدة الاستغاثات في الميابة ودلوقتي في التحريات ولو اعمل معرفش هيبها فيه طحاة عصة او فيه ايه مش هسيبي البلاغات بخط لو همصنوا انها بالحال تمام يا انت بتناشد مين عشان حقك ويه؟ ناشد النقب العرب ووزير العرب ووزير التخلية وبناشد ناس كتير جدا عشان الموضوع ده ما يتسجدش عليه فعلا موضوع موضوع يعني واضح قوي تأثرك يعني هل فيه ضغطات عليك في الحاح بشكل او باخر او حاجة معينة تمس بيتك واسرتك في الامر ده؟ انا اتضحك علي يا راجل عنده خمسة وستين سنة ومناش حمي بعد انا هتبهدل من غير داعي ومن غير قصد فبقدم ايه الكلام ده عشان فيه ناس كتيرا ماش على عيني بالكلام ده انا اوصل لعينة وعرفت اتحرك وضيب لكن فيه ناس ثانية مش على عيني وناس كواها اضروع طب يعني انت في الوقت الحالي يعني مستمر في كشفك للحقائق ديت ولا انت شايف ان انت ربما يعني يكون فيه اتعرضت لأي تهديد او حاجة او باخر لا هو منها التهديدات مفيش اي تهديد بس لو مش هستمر انا اللي هدر هم فلازم استمر وعلى اقل اخو اجازاتي لو انا قلت انفعها فانا بكشف وقائع لحاجات حصلت لسه ما تعرفتش عند الجهات المساكلة يعني احنا في المقام الاول في دولة قانون ودولة القانون ديت بتبقى حريصة على حقوق الناس وانصاف الناس في المقام الاول يعني لويح التزوير ووقائع التزوير اللي ممكن تكون شبهة متكررة دي بداي حقوق ناس كتير يعني انت تم الزج بيك كضحية من ضمن الضحايا في هذه الالعيب اللي ممكن تكون اتسمت بان هي البعض من التشكيلات او المافيا المتتخصصة ارتكبت الجرائم دي باسمك او بتحول تنسيبها عليك وتلسوكها بيك توقيلات قلت ظاهريا انها مضبوطة بعدها مش مضبوطة بتوكيلي ابيع اراضي وشهر تمام وبقى من كوكلات بقى للزعيم بتاع المافيا دي بقى ان انا وده بتشتعلم ان هو زعيم متخصص في كده لا ابيك جعيب لي اولاق وحاجات بيزبت ملكية صحة البيع والشيرة اه 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 لكن بالبحث عنها وكده لديت ناس فوق التمانين سنة ومش موجودين في الغربية موجودين برا ما اعرفيش حاجة كل التوكيليات لناس كبار في الزعيم اه زال ان في بقى ناس هتتحشر في النص عشان هو هيتطلع منها خالص زي كده في ناس كدير ما عارفوش ان هم محشوبين في نص في توكيليات تمام يعني كل المنتبين احنا رصدنا معاكم المثال الحقوقية اللي بيتعرض لها احد الافراد وهي رب اسرة في العقد الستيني ما زال يتعرض الى وقائع اه الصاج بعد التهم وارتكاب جرام جر مشروع في تزوير توكيليات لبعض الافراد اللي كونوا تشكينها العصبية ان تخصص في بيع الوحدات السكنية والاراضي بشكل غير قانوني شكرا للكون والزوائران بتاعه عشان خاطر رب الناس كدير مش عنها الناس كدير مزبوط باسماء في توكيلياتهم في حاجاتهم ما عارفوش عنها حاجة مش هيتفاجئهم الا بالقبض عليهم من غير ما يكون عندهم عن المكان والناس اللي راحت اللي هتروحها هو اقرب دي كمان طبعا في كل مكان احنا بسطنا معاكو الوقاعة المتخصصة في وقاعة التدليس وتزوير في حق احد المواطنين وهنواصل معاكو كل رصد كل ما هو جديد شكرا لكل المتابعين